ما شاء الله ما شاء الله بطبيعة الحال أن هذا الأمر هذا ممكن أكيد أنكم قرأتوا العنوان قرأتوا بأن هذا السيدة هذه حملات في واحد السن متأخر بسفد السيدة تفاجئوا ولكن هذا الأمر ممكن إن شاء الله تحجم مستحيل أكيد مع القدرة دي الله وأكيد مع المشيئة دي الله كل شيء ممكن كن فيكون بطبيعة الحال قاع الحويج لك تقولي مستحيل فاربيك يجيب لك واحد الخبر لك يقدر أنه يفرحك من بعد واحد الصبر واحد المعاناة واحد الحرمان تخيلوا معي يا سيدة في هذا السن هذا 46 سنة حملات بالتوأم الأول و50 سنة بالتوأم الثاني وبنفس الوصفة ما شاء الله أكيد أنكم كلكم كتنتظرها فبقوا معي في هذا الفيديو تل الأخير وبطبيعة الحال نبغي مزيد من البارتاج لهذا الفيديو لايكات كذلك حاولوا أنكم هذا الفيديو بدأت وصله لألف لايك أو أكثر باش تعمل فائدة إن شاء الله لأنه فعلا ممكن هذا الوصفة هذي تفرح كل محرومة لمازال كتنتظر بفارغ الصبر وكيف ما كان عرفوه بأن الانتدار كيكون شاق وكيكون صعيب خصوصا للسيدات اللي ما عندهمش أطفال من قبل يعني اللي ما زال ما حملوش بالطفل الأول فكيبغيوا يعرفوا شنهما الوصفات اللي جربوا سيدات ونجحت معهم وجبت لهم الحمل بسرعة كل شيء بقدرة الله ومشيئته أكيد أنه كانت سبب هذي الوصفة هذي من بعد الله وانتم كذلك حاولوا أنكم تديروا بالأسباب توكلوا على الله بقوا ديمة في أمل وتفاؤل بأن الحلم ديالكم غادي تحقق ولو بعد حين بطبيعة الحال مسألة الدرية هي مسألة ما كيعرفش بها إلا الله يعني ربي هو اللي كيقول وقتاش غا تحملي وقتاش غا تنجبي أكيد أنه وخدت أخري في الإنجاب فممكن تحملي بعد ذلك ركين سيدات في عشر سنوات من الزواج 14 سنة تلي 20 سنة وحصل عندهم الحمل بعد ذلك وسبحان الله ربي كرمهم بنعمة الدرية وعطاهم التوأم ما شاء الله وأكيد أنه هذي الأشياء هذي رح كنشوفوها هذي القصص هذي الواقعية رح كنشوفوها وبطبيعة الحال ممكنة إن شاء الله سيدات اللي بغين يحملوا بتوأم وعندهم هذي الحلم هذا يحاولوا أنهم يكتروا من تناول فاكهة الأناناس اللي هي فاكهة معروفة سواء كنتي كتديري العلاج بالدواء سواء ما كنتيش كتديري العلاج حاولي أنك تكتري من الفواكه والخضار بكترة بطبيعة الحال البطاطة الحلوة هي كتري منها في النظام ديالك الغدائي وفاكهة الأناناس حاولي أنك تاكلها في الصباح على الريق كل يوم وما تاكل من بعدها تشي حاجة لمدة ساعتين يعني ساعتين ما تاكل تحاجة عاد من بعد تناولي الوجبة ديال الإفطار فاكهة الأناناس على الريق كل يوم بالنسبة للسيدات للحلم ديالهم إن جاب التوأم هذه الوصفة هذه معروفة جدا يعني مشي أول مرة غادي تسمعي بها ولكن بغيت نأكد عليها في هذا الفيديو هذا نظرا لأن فكرتني بها هذه الأخت هذه بطبيعة الحال وكل الحمل ديالها بتوأم ما شاء الله ذات تأكدت لي الفعالية ديال الوصفة وقلت علش لا نزيد نتقاسمها مع الأخوات ديالي لا ربما يحصل معهم الحمل بسرعة إذا الوصفة هي عبارة عن مشروب يعني كيحتوي على كمية من حب الرشاد اللي هي تقريبا نصف ملعقة من حب الرشاد نصف ملعقة من الحلبة نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من الكمون بطبيعة الحال القياس بملعقة صغيرة يعني نصف ملعقة من كل مكون غادي تحاولي أنك تدريهم قبل بليلة غادي تحاولي أنك تخليهم يعني في الماء الصاخن وتغطي على المشروب وفي الصباح تناولي الوصفة ديالك يعني والتحلية ديالها غا تكون بالعسل الطبيعي الأصلي الحر بطبيعة الحال باش يكون تسهيل لإنجاب التوأم وهذا الخليط هذا غادي تحاولي أنك يعني تدفي قبل ما تشربه يوميا مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء بطبيعة الحال ابتداء من اليوم الرابع من الدورة الشهرية إلى غاية اليوم السابع مدة ثلاثة أيام من اليوم الرابع إلى اليوم السابع يعني تقريبا من ثلاثة إلى أربعة أيام غا تخطي فيهم هاد الوصفة هادي اللي غا تكون وصفة قوية إن شاء الله باش تسرع لك من حدود الحمل وتسهلك من حدود إنجاب التوأم بإذن الله تعالى أكيد أن هذا الخبر هذا ديال إنجاب التوأم بغاته كل سيدة وكتنتظره بفارغ الصبر وهذا الوصفة هادي من ضمن أقوى الوصفات وأنجح الوصفات اللي كان حطها في هاد القناة هادي واللي فعلا جابت نتائج مرضية في سرعة حدود الحمل غا نكرر لك المقادير اللي هي كيف ما قلت لكم نصف ملعقة صغيرة من حب الرشاد نصف ملعقة صغيرة من الحلبة نصف ملعقة صغيرة من القرفة نصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف وبطبيعة الحال الكل غا تحاولي أنك تمزجيه بالعسل الطبيعي نتمنى ما نكونش نسيت شي مكون يعني حاولت أنني نعود لكم الوصفة مرتين باش هاكا تسجلوها إن شاء الله وتكونوا يعني تجربوها علاش اللي لو تجيب معكم فرص حدود الحمل أعلى بكتير بطبيعة الحال هاد الوصفة هادي غا تحاولي أنك تديرها في واحد الكأس ماء ساخن حضرها قبل بليلة بطبيعة الحال غا تناوليها مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء في الليل مرتين في اليوم باش تكون واحد الفرصة كبيرة لتنشيط التبويض ويكون واحد تنشيط قوي بإذن الله من اليوم الرابع إلى اليوم السابع من الدورة الشهرية وانتي كتستخدمي في هاد الوصفة هادي وما تكونيش كتديري وصفات أخرى باش ما تخلطيش الأعشاب مع بعضياتها هاد الوصفة هادي كافية إن شاء الله باش تساعدك على تنشيط وخروج بويضات كتيرة لحدود التوأم إن شاء الله وخاصك تعرفي كذلك بأنك كين عدة عوامل اللي كتلعب دور كبير في أنك كتنشب التوأم وخام يكونش عندك الويراتة في العائلة بطبيعة الحال حاولي أنك كيف مقتلك تناولي الفواكه بكثرة الخضر بكثرة النظام ديالك الغداء يكون صحي أكثر صفار البيض حاولي أنك تناولي بواحد صورة كبيرة بزاف لأنه يحتوي على عدة فيتامينات كذلك يعني البطاطا الحلوة بطبيعة الحال منتجة الألبان بجميع الأنواع ديالها كتري من هذا هي كذلك فهذه الأمور هادي كتقدر أنها تخلي البويضة ديالك ناشيطة وكتساعدك على خروج أكثر من بويضة بزافت سيدات يعني كبارت في السن مثل هاد سيدة هادي عندهم فرصة كبيرة لإنجاب التوأم كيف ما كان عارفو يعني بعد سن الثلاثينات سيدة كيولي عندها فرص كبيرة لحضوض التوأم عكس سيدة صغيرة في السن لأن بطبيعة الحال الهرمونات ديال السيدة من ثلاثين سنة فما فوق كيكون فيهم واحد تغيير بسيط هالتغيير هذا هو اللي يقدر يخلي المبيض ديالك يطلق أكثر من بويضة في الشهر وبالتالي يحدث الحمل بتوأم عكس يعني في الأيام العادي يملك كيكون سيدة في سن العشرين فكتبقى تطلق بويضة واحدة من غير إلا كان عندها تاريخ عائلي لإنجاب التوأم وبطبيعة الحال سيدات ما فوق أربعين سنة أو ما فوق ثلاثين سنة ممكن أنهم يحملوا بتوأم وخما يكونش عندهم في العائلة ديالهم سيدات نجبو توائم بطبيعة الحال كين عدة عوامل أخرى من هكذلك الوزن الوزن اللي كيكون زائد نوعا ما يعني قليلا مشي سمنة مفرطة وإنما سيدة اللي كيكون الوزن ديالها زائد عن المعدل الطبيعي بقليل ممكن أنها يكون عندها حدود أو فر لإنجاب التوأم سيدة كذلك اللي كتهتم بالصحة ديالها بتغذية ديالها يعني كتتناول جميع العناصر اللي كتكون في الأكل بطبيعة الحال ما كتتنسى تشي حاجة فهذا السيدة هديتها هي عندها احتمال وفرصة لإنجاب التوأم وكذلك يعني كين بعض الأشياء اللي ممكن أنك بطبيعة الحال تدريهم باش تنجب التوأم هي أنك تكتري من الدعاء والاستغفار هذه هي أهم حاجة حاولي أنك تدعي الله الله هو اللي غيستجب لك الدعاء ديالك وغادي يفرحك بهذه النعمة هذه اللي كتنتظرها كل أخت فيكم وأكيد بطبيعة الحال ديري بالأسباب كيف ما قتلك حاولي تعالجي المشاكل اللي عندك باش ما يتفق مش وباش يكون عندك إنجاب التوأم إن شاء الله بطبيعة الحال كيف ما قتلكم العوامل اللي هي السن الوزن اللي كيكون زائد نوعا ما تغذية صحية وكذلك ممارسة التمارير الرياضية الأكل الجيد والمتنوع كل هاد الأمور هادي كتلعب دور كبير في إنجاب السيدة لتوأم وهذا السيدة هادي خاصتكم تعرفوا بأن الأكل ديالها طبيعي لأنها سيدة من البادية فهي كتتاكل كل ما هو طبيعي كتبتعد على المعلبات وسبحان الله يعني في هاد السن هادا ربي بغاها تنجب التوأم وفعلا كانوا عندها توائم ما شاء الله بنفس الوصفة اللي اذكرت في هاد الفيديو كان هادا هو الفيديو دياليوم نتمنى ينال إعجاب ديالكم إلا عجبكم هاد الفيديو هادا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة إلا استفتي من المحتوى دياله كذلك حاولي أنك تنشره في مواقع التواصل الاجتماعية باش تعم الفائدة وتوصل هاد المعلومة هادي وهاد الوصفة لجميع الأخوات اللي مازالكين تضرب فارغ الصبر ويا ربي ترزق كل محب